هذه بنت طالبة رأت فوق سقف بيتهم أو غرفتهم غرفتها شيء من الدود طبعا رؤية الغرفة دل على حياة الإنسان وأسرارها فإن كانت الغرفة جميلة حياتها مبسوطة وما فيها أي مشاكل بإذن الله أما وجود الدود فالدود يفسر بشيء من الشياطين يفسر بشيء من الأذى ومتجمع فوق السكف أقول لها تخلي بالها من أذى الشياطين تقرأ صورة البغرة في غرفتها وتنام على طهارة والعلم عند الله هذا مسج يقول أن رأى قبر النبي سليمان عليه الصلاة والسلام طبعا رؤية قبور الأنبياء تدل على الصلاح والتوفيق والحرص على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة سليمان عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أخبر عنه قال ربي هب لي ملك لا ينبغي لي أحد من بعدي وقد سخر الله سبحانه وتعالى له الشياطين وسخر له الإنس وسخر له الوحش وسخر له الطير طيب وأتاه الله سبحانه وتعالى ملك لعل الله يمن على صاحب المسج بقوة الشخصية والانفتاح وقد يكون قيادي والعلم عند الله نعم نعم هذه امرأة تقول عن خادمتها الجديدة أنها ضربتها بإبرة في يدها وفي رأسها طبعا هذه الرؤية تعتبر من قسم الرؤى التحذيرية لأنه يظهر أن ضرب الإبرة إصابة بالعين وضرب الإبرة مشكلة وفتنة لماذا لقوله عليه الصلاة والسلام قال لأن يضرب أحدكم بمخلط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحله والله سبحانه وتعالى بيّن الله سبحانه وتعالى أيضا في كتاب الكريم قال عن الذين يعني ينحرفون عن الدين حتى يلجى الجمل في سم الخياط سم الخياط هي الإبرة أموما أحذري من هذه الخادمة هذه قد تكون ساحرة قد تكون امرأة تسبب لكم مشاكل والعلم عند الله ترجمة نانسي قنقر